هل برنامجكم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي قادر على اخراج البلاد من الازمة التي نعيشها؟ وقت اش؟ حالياً في ساعة الحضرة؟ ايه في ساعة الحضرة؟ ايه توتشويت؟ توتشويت والله في المستقبل؟ في المستقبل بيانسير لان احنا البرنامج انتعنا الاقتصادي عندنا المادة القاسر المادة القاسر هو يعادة الهيكالة على بركب اللي ناس ما يسلكوش الغرامة تاحن على بارسك المسؤولين تاع الغرامة يديو الرشوة اللي لازم يسلك خمسين مليون يروح يسبليلو خمس ملايين ويضرب عليها الناحب خمسين مليون هذي واحدة كينا الله روش تركتراسون فينانسيا تانيين على بركب اللي في الدول المقدمة لازم تستعمل لاموني في سيديار سكريبتيرال على برس لاموني في سيديار لانتها الشاك حنا السماصرية في السواق يزمية مليون ويظل يتاجر بيها في جيب في الدول المتقدمة كونتسلك كونتون أكثر من خمس ملايين يديوك الحبز احنا الغرامة كل هربوه عادة البونوك فارغ تانيين كي ندير الاستريكتراسون فينانسيا نرجع الى المشكل اللي صارة ندرك لوندتما يعني المديونية اللي خدموها على جل يزيزين كلي اوما تانيين لامنتونانس يعني الوزنان تاعنا كامل تسارك المواد اللي تخدم بيها من الخارج تاليثا الدولة كانت تعجز في البرنامج انتاحها وفي الميزانية تولي تطبع الاوراق النقدية يخداي من يديرو امبيجي بتاع حداش نلف مليار سنتيم وبعد ما يكفيهم يزيزو طبعو الف مليار طبعو 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 حتى حتى عشرين الف مليار بيدون مقابل بالسوق هذا هو اللي يخلل الغلا يطلع كي احنا نتحكموا فيها وعندنا الكتلة النقدية ام نقسمها على بروديو انتيريور بريد في المنتوج الداخلي الخام لازم نلقى بين واحد وثنين احنا في الجزائر نلقى عصرة وعشرين وعلى هديك الشي في السوق غالي جدا وننقدرش نوصلوا فيها اذا في المادة القاسر لاورستركتراسيون في المادة المتوسط احنا نتوجه للصناعة اللي تمدنا الحديد باش ندير البنياد والسيمة نبني الى باراج كي نبني الى باراج ونبني الى باراج يقود عندي الماء لانه سبعتاشر مليار متركي بتروح في الويدال بتديها البحور كي نبني الى باراج ونبني الى باراج نديرو الزراعة المسقية نخدم البطرات البنجر وندير لوزين تع السكر نخدم السوجة وندير لوزين تع الزيت نخدم القطن وندير لوزين تع النسيج نخدم التوت ونجيب بفرطة الطول اللي يولد الدودة تع الحرير ياكل توت يولد الحرير وندير النسيج ندير التبغ وندير بين الفلاحة والزرع كي نبدأ نتطور انو اللي ندير الصناعة الغذائية ما وش ندير كما داروهما لا ميكانيك لا الكترونيك لا الكترونيك لا شيمي وروح جيب من الخارج وهنا صلنا عبرك ما انتهالو كان الشي اللي داروه ما درناهش ونحكمه الصور ذا نقسمه من الشعب بيبقى وش اموره رانا خير هذه الكريتين اللي يدخلونا فيها علاش؟ لاننا ضحاوا بالحتمية الاقتصادية من اجل الحتمية السياسية على البرنامج في المادة الطاويل هنهضرنا على المادة المتوسط نهضروا على المادة الطاويل المادة الطاويل احنا عندنا مشروع وما سينا تمسكين به ورغم الناس نقضوه وينتاقضوه ولكن احنا نخدموه مهما كانت الظروف فاس فاس الوطنيين الموجودين واحنا نخدمو القانال اللي يخلينا نخدم بحيرة الجنوب والبحيرة هي اللي يجيبنا امور لاننا هاي قبس وهاي الجازير وهاي الصحراء وما كانش الارتفاع احنا ارتفاع البراصة العلية 14 متر نشقو القانال تدخل البحيرة هذي الصحراء كامل تولي جنة لان عندنا لالبيان موجود تحت الارض عندنا لانترقالات عندنا لانا بتاع بسكرام منحيو التوحش واحنا رجعنا للصحراء الكروفات واللونغوست اللي انها بحرسخون لعود موجود بكثرة نغرس البانان نربح خمس ملايين اكتارات وانا نسكر الشعب الجزائري اللي اتضغني معي في الحصة لولا اشتركوا في القناة